تحول فايروس كورونا إلى هاجس في حياة اليومية رغم أنه واقعيا لا يعتبر المصدر الوحيد للأمراض التي قد تصيبنا كما لم تختفي كافة الأمراض التي نصاب بها في مختلف أيام السنة ومع انتشار فايروس كورونا قد يحصل التباس لدى كثيرين بين مشكلة الالتهابات المعوية وفايروس الموجود في بعض التشابه من خلال الأعراض بينهما وحول الالتهابات المعوية وفايروس كورونا يسعدنا أن يكون معانا في الاستيديو الدكتور غانم السالم استشاري أمراض باطنية والجهاز الهضمي حياك الله معانا في مساء الخير حياك الله مشكلة على هذه الاستضافة الطيبة أجزاكم الله خير حياك الله معانا دكتور برنامج مساء الخير في كويت ومشرفنا وصاحب مكان الله يخليك طول بعمرك أنتوا أهل كرم ونستاهل أجزاك الله خير بشكور بارك الله خير دكتور خلنا نبتدي وياك بسؤال مهم جدا ومحوري قد يكون مفيد للسادة المشاهدين نتحدث فيه عن أبرز أعراض التهابات المعدة والأمعاء قبل أن ندخل في الجواب على هذا السؤال نود أن أوجه تحية لكل منهم شاركوا في الصفوف الأولى في مواجهة جائعة كورونا لأن صراحة هذه الجائعة اللي وقفت العالم على الرئيس الوحدة وشيء مفاجئ للإنسانية والبشرية وناس ضحت بأوقاتها وفي أرواحها في سبيل أن نقاوم هذا الفيروس وأن نعدي هذه المرحلة ودولة الكويت صراحة في جهود كل من شارك فيها سواء المسؤولين في وزارة الصحة في الداخلية في كل قطاعات الدولة من كانوا في الصفوف الأولى أبلوا بلاء حسنا في التحكم السيطرة على هذا الفيروس وإن شاء الله يا رب الآن عندنا بصيص أمل بهذا التطعيم الموجود أن نتخلص من هذه الجائحة بأقرب وقت إن شاء الله طبعا ردا على سؤالك أكيد التشابه ما بين الأعراض ما بين الإصابة بفيروس كورونا والنزل المعوية هو تشابه الأعراض شديد مثل ما تفضلت أنت في المقدمة شون نعرف الفرق بين الأثنين ما نقدر نعرف الفرق بين الأثنين لأنه أنت لما تصاب بالفيروس في الكوفيد 19 هو فيروس وبالتالي يسبب للإنسان أعراض حال حال أي فيروس تاني يصيب للإنسان في الجهاز الهضمي فمنها الأعراض تقيئ بوميتنج منها آلام في البطن من يمكن أن يكون عنده إسهال ارتفاع في درجة الحرارة وبعض الناس لا يصاب في هذا الفيروس في الجهاز التنفسي لأن المتعرفين الجهاز هذا الكورونا يأذي التنفس يأذي الرئة يدخل الإنسان يحتاجه أكسجين لكن بعض الناس يصير عنده الإصابة في الجهاز الهضمي فيحدث عنده هذه المضاعفات من هذه الأعراض المختلفة أيضا في حالات الآن ويتم تدارسها وكتاب عنها في مختلف المجلات العلمية في الإصابة بالتهاب البنكرياس أيضا هو جزء من الجهاز الهضمي أن المريض يصاب ببايروس في البنكرياس وإلى ألم وإلى ترجيع وإلى أسحال ويكون عند البنكرياس هو الذي في الالتهاب وبالتالي ننصح كل من يصاب بهذه الأعراض أن نتوجه إلى أقرب مركز صحي في الكويت وهذه كلها متوفرة مجانا للمواطنين والمقيمين بعمل الفحوصات اللازمة لمعرفة إذا كان هذا مصاب ببايروس الكورونا المستجد أو كان مصاب ببايروس عادي أو من الالتهابات المختلفة دكتور إذا نريد أن نقارن ما بين الالتهابات وفايروس كورونا شنو المقارنة بينهم؟ أنت لا تستطيع أن تقارن أمي فلمي لكن نستطيع أن نقول أن البايروس كورونا إذا صاب الإنسان ممكن أن تكون أعراض شديدة جدا يعني في كثير من المرضى يراجعوني بالعيادة يقول دكتور أنا ياني سحال وياني ترجيع وروح تراجع وهذا التصرف الصحيح أن تذهب إلى المسحة لفحص الفيروس للتأكد أن أنت مصاب بالكورونا أو لا هناك ناس لا يصابون إلا بأشياء بسيطة بأعراض خفيفة جدا يعتقد أنه شيء طبيعي لكن يكون عنده فيروس الكورونا فيروح يفحص خاصة الناس الذين يخالطون ناس مصابين في فيروس كورونا فإذا أنت ما عندك تاريخ مرضي بمخالطة أحد من المصابين في فيروس كورونا غالبا إن شاء الله ما عندك الكورونا لكن إذا كان هناك مخالطة أو اشتباه بأن أنت مصاب عندك أعراض مختلفة من الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي يعني دكتور ما نقدر نفرق بينهم مع الأسف ما نقدر نفرق بينهم مع الأسف وهذه المعضلة صحيح لماذا هو ينتشر الفيروس؟ لأن بعض الناس يصابون ما يدير أنه مصاب وخوضوا الناس الصغار في السن يكون الإصابة عنده بسيطة أو خلنا نقول جسمه قادر أن يتأغلب على الفيروس لأنه كثير من الحالات والفيروس هذا يأذي الناس الكبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة أكثر من الناس الشباب الذين عندهم صحة وعافية وإن شاء الله يجب الصحة على الجميع وبالتالي الناس لا تستطيع تعرف إذا كان هذا الفيروس من كورونا أو فيروس ثاني من المجتمع طيب هذا يأخذنا للسؤال المهم دكتور وأنت تتحدث عن هذا الجانب كيف ممكن الوقاية من التهابات المعدة والأمعاء؟ وأنت تعلم جيدا دكتور بأن التهابات المعدة تكاد تكون واحدة من الأمراض التي انتشرت بالمجتمعات ليس فقط في مجتمع الكويت وأصبحت من الأمراض المزمنة إن كان هناك ضغط وسكر أصبح هناك التهابات المعدة صح شوف التهابات المعدة والأمعاء مثل ما تتفضل منتشرة موجودة بالمجتمعات ككل ليس في الكويت فقط في كل مجتمعات العالم والوقاية منها تتطلب طبعا مثل ما قالوا الوقاية خير المقنطاري علاج أن أنت تتجنب الإصابة بهذا المرض عشان تتجنب إصابة بهذا المرض غسل الإيدين غسل الإيدين هو أهم شغلة تخليك تبتعد عن الإصابة أو تحميك من الإصابة في التهابات المعدة والأمعاء لأن تنتقل الفيروسات والأجسام الدقيقة هذه وانت ما تشوفها بعينك مجرد بيدينك بالأكل مخالطة تحطي ذلك على حلجك تحطي ذلك على خشمك تحطي ذلك على عينك هذه الأماكن التي تدخل فينها هذه الفيروسات وهذه البكتيريا والجراثيم إلى جهاز كل هضمة الدكتور ممكن يدخل عن عاينا يعني أضع إيدة بعينه ممكن يدخل نعم ممكن تدخل بالعين نعم وهناك حالات مؤكدة تدخل منها عن طريق العين لأن العين فيها فتحات من الداخل في فتحة تتوصل مع جهاز الهضمي والجهاز التنفسي وبالتالي تقدر تتخلق الفيروسات من هذا المجال وبالتالي غسل الإيدين دائماً ننبه على غسل الإيدين وحد الأشياء التي كنا دائماً ننصح بها حتى في تربية الأطفال في أن يغسل إيدنا قبل أن يأكل ومجتمعنا دائماً نغسل إيدنا قبل أن نأكل أيضاً من عاداتنا وتغاليدنا وتعاليم الإسلام أصلاً أنك كنت تكون دائماً محافظة على إيدينك في الهبو والخمس مرات تتوضى وكذا وبالتالي غسل الإيدين هو الجانب الأهم في الوقاية من هذه طبعاً في أشياء ثانية مثل إبتعاد عن الأكل المكشوف الذي لا تدري ما هو مصدره نظامك الغذائي كله نظامك الغذائي منذ أنك لا تفضلت أن تحرص أن الأكل يطبخ في البيت تحت عينك وتعرفه أحسن من المطبخ في الخارج أنك لا تدري ما هو مطبخ فيه أو عن نوع الأقضية المنتجة في الموضوع فبالتالي هناك طرق كثيرة في الوقاية من الالتهابات هذه في المعدة والأمعاء أهمها ورد أقول أهمها غسل الإيدين دائماً يا جماعة لازم نحافظ على غسل الإيدين أعتقد دكتور يعني جائحة كورونا أجبرتنا وأجبرت الجميع وعلمتهم شلون يقسلون إيدينهم ويهتمون في نظافة الإيد دكتور اللي يصاب في التهابات المعدة ما هي الإجراءات اللي يتبعها المصاب في التهابات المعدة؟ تمام هذا سؤال مهم جداً واشكرت على هذا السؤال المصاب بالتهابات المعدة أكثر شيء خاف منه شنو؟ اللي هو يصور يحوش الجفاف لأن التهابات المعدة والجهاز الهضم يتخلي الإنسان يفقد سوائل كثيرة إما عن طريق الترجيع أو التقيو أو عن طريق الإسحال وبالتالي هذا الأمر يحتاج أن يعوض عن طريق الفلوط طبعاً أنا أتكلم في كبار السن طبعاً الأطفال أيضاً يحوشهم الجفاف ولأكل لهم تخصص مختلف يقدر يتحدث عنه دكتور آخر زمير في هذا الموضوع ولكن في كبار السن خوصاً اللي هم شباب أو خوصاً من الكبار في السن عندهم أمراض مزمنة أو كبار السن اللي هم يبلغون من العمر فوق 65 سنة ولا يحلم الأمراض. إذن كلهم معرضين للإصابة بالجفاف والجفاف شيء ما يحب الجسم يأثر على الكلة يأثر على دورة دموية يأثر على نغضات القلب يأثر على طريقة التنفس أيضاً قد يؤدي إلى الإغماء وفقدان الحياة وبالتالي الجفاف هو الأهم في تعويض هذا السوائل يفقدها الإنسان عند الإصابة بهذه الأمراض. الشيء الثاني نحن دائماً ننصح المريض أنه عندما يكون أصيب بنزلة معاوية أو أصيب بالتهاب في جهاز الهضمي لما يراجع الدكتور ممكن للتهاب وجهاز الهضمي يحتاج مضاد حيوي في بعضهم ما يحتاج مضاد حيوي للأمانة هناك مضادات حيوية إذا خذها الإنسان تسوق حالته. ما أصير أحسن. وبالتالي نترك هذا الأمر للدكتور لتحديد الموضوع لأنه في بعض المراجئين يعتقد أنه إذا أصيب أي أعراض في الجهاز الهضمي يجب أن يأخذ مضاد حيوي. ممكن أن يروحه صيدلية ويشتري الدواء. ممكن يروحه صيدلية ويشتري الدواء وبالتالي أيضاً وزارة الصحة مشكورة طبقت قوانينه في الكويت إنه ما أحد يقدر يأخذ مضاد حيوي إلا بوصول طبية. وهذا أمر لحماية المريض نفسه. صح. هو الصيدلية أو الصيدلية ما تبتمنعك عن العلاج لكن تبتحبيك. وبالتالي بعض المرات المريض لا يكون مدرك ما هو يجلون قاعد يسويه من أشياء فبالتالي ممكن الالتهاب يحتاج مضاد ولازم يعوض هذا الالتهاب أو السوائل يفقدها بطريقة أو بأخرى عن طريق الوريد بتعويضه بسوائل أو عن طريق الفم بأنه يشرب سوائل كثيرة لتعويض هذا الفقدان من الجفاف أو الماء. طيب دكتور أيضاً سؤال مهم وقد يتبادر إلى الأذهان يعني متى تعتبر الحالة خطرة وتستدعي استشارة الطبيب أو دخول إلى المستشفى؟ متى أحس أنه خلاص يعني؟ ما فيها هذا أيضاً ما شاء الله اليوم لسؤالتكم كلام مهمة وهذا مفيدة للمجتمع وفرصة أن نبين هذه الأمور للناس الذين يراجع الطبيب يراجع الطبيب إذا شعر بأن هذا الأمر طول يعني أنت المفروض عندما يحوشك التهاب في الجهاز الغضمية أو في المعدة ما يقل الموضوع أكثر من 48 ساعة. نعم. إذا حسيت أن الموضوع طول أكثر من شديد لابد أن تراجع الطبيب شيء ثاني إذا حاشك التهاب شديد وبدأت تحس أنه لا هناك دم مثلاً في الخروج أو مثلاً ببدأت تتقيئ دم. هذا يتطلب مراجعة الطبيب في أقرب وقت في مركز الطوارئ وليهو متوفرين في خدمة الناس في 24 ساعة في الكويت الشيء الثالث إذا حسيت بالإغماء أو أنه ببدأت تفقد أن التوازن تحس أن أنت ونت تتمشي إلى غلانة. مو متوازن عندي موضوع فيه مختلف. إذا صار عندك وبوط في الضغط وهذا تشعر أنه يصبح لديك صداع شديد مثلاً أو زغلة بالعين هذه كلها موشرة أنك أنت لازم تراجع المستشفى بأقرب وقت. الأهم من هذا كله أي مريض يأخذ علاجات منزلة للمناعة إذا أصيب بالتهابات معوية لازم يراجع الطبيب بأقرب وقت لأنه لنزل مناعته ممكن تعرض حالته بسرعة تدخل في مرحلة الخطر. الشيء الثاني كبار السن. دائماً ننصح كبار السن إذا أصيبه بنزلة معوية مراجعة الطبيب بأقرب وقت لأن هذا يحميهم ونوفرهم العلاج بأقرب وقت عشان يطلع من هذه الأزمة بالنزل المعوية بسرعة وبأقل الأضرار فهذه هي العلامات الأساسية وأركز عليها. طلع دم خلود في الدم أو لون أسود أو تقيق في الدم أو هناك زغللة بالعين تقدر أن تحافظ عدد توازنك أو بداية تشعر أن الموضوع بداية يطول أكثر من 48 ساعة دكتور غانوم. ودي أتكلم عن موضوع آخر اللي هو جرثومة المعدة ما هي جرثومة المعدة؟ أنا دائماً نسمع أنا ولدي مصاب في جرثومة المعدة ما هي جرثومة المعدة؟ هذا السؤال المهم ويتداول كثير من الناس فقط يعنيใ ه제 مكانة دوانية فقط يقول لك في جرثومة المعدة إلا إلا واحد مصاب في جرثومة المعدة أو عنده خبرة أو عنده يتكلف في جرثومة المعدة بعض مدين يتعلّل لا أجتحد جرثومة المعدة يبدو أن يتعلّل في هذا الموضوع حسنت جرثومة المعدة تحفظ على كلمة جرثومة لا يوجد في الطب حيء آخر هي بكتيريا ولكن نطلقها في المجتمع وهذا مصطلح شعبي للجرثومة المعدة هي نوع من أنواع البكتيريا هذه البكتيريا أصابت تصيب المعدة وتغلف نفسها من الحمض وتحمي نفسها من الحمض الموجودة في المعدة وتؤثر وتعمل كثير من الأعراض السيئة لجسم الإنسان في بعض الناس لا يوجد أعراض نهائيا ويكون عندها جرثومة المعدة أو مصاب ببكتيريا هذا ما يدي عنها موجودة وموجودة تكون أعراضها بسيطة مثلا عسر هضم يقول أنا ما أحس تشتيه آكل أو إذا كنت تحس أن تقض عندي في المعدة هذه أحد أعراض جرثومة المعدة في ناس تقول لا يستعرضون جرثومة المعدة شديدة إلى ألم وتبدأ تعمل التقرحات في المعدة وهذا هو أسوأ مراحل جرثومة المعدة أو الإصابة ببكتيريا الحلزونية في المعدة الأسوأ من هذا والمعلومة التي يريد كل يعرفها أنه هي الكائن البكتيري الوحيد المعروف لدى الإنسان أن يسبب سرطان في المعدة أو سرطان للإنسان بصورة عامة لأن السرطان عادة ما تسبب المكروبات أو الأشجام دقيقة إلا هذه الجرثومة جرثومة المعدة وفي بعض نواع الفيروسات البسيطة لكن هذا السبب الذي يخلينا دائما نحرص على أن أي مريض مصاب في جرثومة المعدة يحرص على أنه يستكمل العلاج مباشرة كل الشكر وتقدير لك دكتور على التواصل معنا ببرنامج مساء الخيري كويت إذن كان معنا دكتور غانم السالم استشاري أمراض بطنية والجهاز الهضمي كل الشكر وتقدير على المشاركة معنا ببرنامج مساء الخيري كويت سأذهب إلى باصل صغير ونرجع نتفاصل معكم من نديد